أعقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعاً مع مدير الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024 وتجرى الانتخابات الرئاسية المقرر إنعقادها خلال أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر الجالي عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً بعدد من مساعده والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية استعرض الوزير محاور الخطة الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات لتوفير مناخ آمن للمواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي في الإدلاء بأصواتهم وتابع عبر تقنية الفيديو كونفرنس استعدادات مدريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطة انتشار القوات ووجه بتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط المقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي مع الحفاظ على المظهر الانضباطي الذي يعكس الصورة الحضارية للشرطة وجاهزيتها وما تملكه من عناصر بشرية مضربة وإمكانات لوجستية متطورة وكذا تكسيف الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور داخل وخارج المدن وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة ووجه الوزير بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذو الهمم مع مراعاة الأبعاد الإنسانية عند التعامل مع المواطنين وشدد على أهمية تأمين المنشآة الهامة والحيوية وكذا متابعة تنفيذ خطة تأمين احتفالات الأخوة الأقباد بعيد الميلاد المجيد وكلف القيادات الأمنية بضرورة تواصل غرف العمليات الفرعية مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين وسرعة التعامل مع المستجدات مع التواجد الفعال لهذه القيادات وسط القوات لضمان استعابهم للمهام المكلة إليهم وأكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية الراهنة تتطلب الانضباط في الأداء وتنفيذ القانون بحسم وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة وما حققته من نجاحات تعكس قدرة الدولة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد معربا عن ثقاته في رجال الشرطة وقدرتهم على مواجهة التحديات